ما أنواع التعبير الكتابي وما أهم المجالات المختلفة له؟ التعبير الكتابي ينقسم أولاً بحسب طريقة اختياره وعرضه إلى نوعين. النوع الأول التعبير الحر وفي هذا النوع من التعبير يتولى التلميذ مسؤولية اختيار الموضوع ولا يكون للمعلم أي تأثير في عملية اختيار موضوع التعبير وذلك هو سبب تسميته بالتعبير الحر. في مقابل هذا النوع نجد التعبير المقيد والتعبير المقيد هو هذا النمط من التعبير المكتوب الذي يفرض فيه المعلم على التلاميذ الكتابة في موضوع بعينه ولا يكون للطالب أي دور في اختيار الموضوع ولا يكون مسموحاً للطالب أن يغير موضوعه. كما ينقسم التعبير من حيث محتواه إلى تعبير وظيفي. التعبير الوظيفي يمكن تعريفه بأنه القدرة على الكتابة في المواقف الحيوية التي تتصل بأمور تهتم بقضاء مصالح الأفراد وشؤونهم وحاجاتهم العامة. فالتعبير الوظيفي إذن هو تعبير يتمكن من خلاله المتعلم من تحقيق حاجاته المادية والمعنوية في المجتمع الحديث. وبدون التمكن من التعبير الوظيفي يصبح المتعلم غير قادر على القيام بمطالب الحياة. وهذا الاتجاه التعبير الوظيفي نابع من فلسفة مؤداها أن اللغة لها وظيفة محددة في المجتمع الحديث. وأن تعليم اللغة يجب أن يوفر للمتعلمين القدرة على تحقيق وظائف مختلفة داخل مجتمعاتهم. تتعدد مجالات التعبير الوظيفي لتشمل كتابة المذكرات، كتابة الملخصات، كتابة اللافتات، كتابة الإعلانات، كتابة البرقيات، ملء الاستمارات، كتابة التقارير، الرسائل الإلكترونية. في مقابل هذا النوع من التعبير، تعبير الوظيفي، نجد التعبير الإبداع. التعبير الإبداعي هو تعبير يتركز على مشاعر الطالب حيث يسمح فيه للمتعلم بالإفصاح عن عواطفه وخلاجات نفسه وترجمة أحاسيسه بعبارات لغوية منتقاه بليغة صحيحة في اللغة والنحو. بحيث تنقل هذه العبارات إلى القارئ الحالة الوجدانية والشعورية لمن كتبها بهدف معايشته هذا الإحساس ومعايشته هذا الانفعال. التعبير الكتابي إذن هو موقف من مواقف الكتابة يختلف عن التعبير الوظيفي في أن التعبير الوظيفي يقضي به التلميذ مصلحة. أما التعبير الكتابي ينقل به التلميذ شعورا أو انفعالا إلى القارئ. التلميذ في موقف التعبير الكتابي يعبر عن مشاعره واستجاباته لخبرة معينة شاهدها أو سمعها أو اتصل بها بشكل أو بآخر. التعبير الإبداعي إذن يتضمن القدرة على التعبير عن الشعور والإحساس. ولا بد من أن تستخدم فيه اللغة المجازية وأن تبرز فيه فنيات الصياغة الأدبية البليغة. لا يتوقف التعبير الإبداعي عند هذا الحد بل يتعدى ذلك إلى أصالة الفكرة وعمقها وجدتها وأصالة أسلوب التعبير المستخدم والإبداع والابتكار في عرض الفكرة وفي إبراز الصور المتخيلة وبناء الصور اللفظي. التعبير الكتابي إذن هو حالة من حالات الإبداع بدءا من اختيار الفكرة وانتهاءا بالشكل التنظيمي النهائي الذي تبرز فيه هذه الفكرة إلى القارئ. تتعدد وتتنوع مجالات التعبير الكتابي الإبداعي لتشمل الشعر، لتشمل التخيل، لتشمل النثر الأدبي، لتشمل الرسائل، الخطب، القصص، المصرحيات، الوصف، التراجم، المقالات الأدبية، كتابة اليوميات والمذكرات الشخصية. أهم مجالات التعبير الكتابي التي نركز عليها في مراحل التعليم المختلفة تشمل كتابة القصة وكتابة المذكرات الشخصية والكتابة الوصفي. هناك ملحوظة أخيرة فيما يتعلق بتقسيم التعبير إلى وظيف وإبداعي. هذا التقسيم ليس تقسيما نهائيا يتفق عليه كل الطربويين، لأن التعبير الوظيفي يمكن أن تكون في مساحة من الإبداع. كما أن التعبير الإبداعي يمكن أن يؤدي وظيفة محددة في المجتمع. معنى ذلك أن كل النوعين من التعبير مهم، وكل النوعين من التعبير يجب أن يحرص المعلم على تنميتهما لدى المتعلمين في مختلف مراحل التعليم.